فنبقى مع كلمي لراعي هذا الحفل صاحب القلب الكبير الذي لا يحده شيء ولم يدخر جهدا في تقارب أبناء العمومة فجعل الحب كالماء والهواء سجل بصمات يشهدها القاصي والداني طموح لا يكل ولا يمل إنه الدكتور يحيى خريسات فليتفضل مشتورا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي يحلو كل جميل باسمه بسم الله الذي زين القرآن برسمه بسم الله ما سبح بشر أو شجر أو طير بسم الله ما حب مؤمن مصلحة الغير ويزدان الفرح موسما بعد موسم ومن عيد إلى عيد كل عام وأنتم جميعا بألف خير والصلاة والسلام على نبي السلام شفيعنا يوم القيام حادينا لنيل المرام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام وبعد الشعر أشرق وجهه وتهلل وتراقصت لقدومكم رتب العلا والشطر في تيوانه متبسم والقهوة الصحباء دارت أولا والقلب دين بغاته لو ترجمت لسمعت أهلا بالحبيبي ويهلا يتزحم الترحيب يسبق بعضه بعضا ويأتي بعضه متمهلا متمهلا يختار أفضل حلة يكسو بها الألفاظ حرفا أجملا أهلا وسهلا بالأهل من أبناء عشيرة الغالية عشرة الخريسات في بيتهم وبين أهلهم في قرية تبنئ وفي برقش ليجتمع الأحبة في ملتقى العشيرة الثالث مسبقا لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ليكون قوله سبحانه وتعالى خارطة طريق لكل إنسان ليتواصل مع أهله وأقاربه ومن يحب فالإنسان لا يعيش بدونهم أيها الأهل والعزوة إن الوطن دين في رقابنا جميعا فهو يجمعنا تحت رايته لنكون درعه وخماته كما كان درعنا وحماتنا وحمايتنا وكل ما علينا أن نتكافل معا ونتعاون سويا لرفعته وذلك من خلال تقوية أواصل جبهتنا كعائلة متكاتفة متضامنة متعاونة والمهم جدا أن نبقى كالجسد الواحد يشد بعضنا بعضا ننصر الحق وندافع عن الخير ونساعد المحتاجة ونساعد بعضنا بعضا وبالختام نتضرع المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يعمل وطن وقائده جلالة الملك عبد الله الثاني بالحسين المعظم حفظه الله ورعاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته